بسم الله الرحمن الرحيم تطرق الى مستراتين مسترات الوقاية الداخلية ومسترات الوقاية الخارجية قلنا بان في الحصة الماضية تطرقنا الى مسترات grenade ويعني تطرقنا لجميع كل ما يتعلق بهذا تنظيم هذه المسترات وكيفية تحريكها وإجراءاتها ثم على مستوى عند الإجراءات التي تتم بها والخصائص التي تتميز بها بيقول بانها مسترات داخلية لماذا؟ لأنها تستولى الأجهزة الداخلية للمقاولة المتمثلة في رئيس المقاولة ومراقب الحسابات وهي شركات التي يتعينوا في حالة عدم وجود مراقب الحسابات قلنا بأن مسترة الوقاية الداخلية قد تنجح وقد تفشل إذن في حالة فشل مسترة الوقاية الداخلية يتم رفع تقرير إلى رئيس المحكمة التجارية وبتالي من هنا تبدأ إجراءات مسترة الوقاية الخارجية باعتبارها تعرف تدخل طرف خارجي عن المقاولة والمتمثل في رئيس المحكمة التجارية والذي يعتبر هو المحور والأساس الذي يحرك مسترة الوقاية الخارجية كما نرى وعلى كونها التدخل أو تدخل رئيس المحكمة التجارية هو ليس التدخل من أجل فصل البت في النزاع أو فصل الخصومة ولكن من أجل مساعدة المقاولة على تجاوز الصعوبات التي تعانيها سواء صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية وفتح حوار من أجل النقاش بين رئيس المقاولة والدائنين وقد تعريف مساعدة وكيل خاص ومصالح من أجل احتواء هذا الوضع بالنظر لما تحتله طبيعة حال المقاولة باعتبارها نواة الاقتصاد الوطني إذن نجد المشريع مستجدات في طار هذا التنظيم قانون 73-17 أن المشريع خصص عشر مواد لمسترات البقية الخارجية من المادة 549 إلى المادة 550 ورغم أنه يصرح أو وجد ما يسمى بمسترات المصالحة التي حلت محلة مسترات التسوية الودية وهذه مسترات المصالحة التي تم تنظيمها من المواد 551 إلى المادة 59 ولكنها تبقى من إجراءات أو صور تطبيق مسترات البقية الخارجية رغم أن هناك بعض الاختلافات على مستوى المستراتين من حيث الإجراءات والآثار وكذلك ولكن يبقى القاسم مشترت بينهما أن هناك دور رئيسي لرئيس المقاولة وبالتالي فسوف يحاول في هذه الحساب التطرق لكل ما ينظم مسترات البقية الخارجية انطلاقا من الباب الثاني من المواد 549 إلى المادة 500 كما قلناها 550 حوالي عشر مواد إذن من هذه المواد بقراءة متأنية سوف نرى بمشري قد وسعها من نطاق تطبيق أو المجال الذي تتبق فيه مسترات البقية الخارجية بمقارنة أو المقاولات الخاضعة لهذه المسترات مقارنة مع مسترات البقية الداخلية إذن سوف نتطرق في هذه المسترات من ثلاث جوانب أساسية الجانب الأول هو كيفية تحريك هذه المسترات والنطاق الذي تطبق فيه مسترات البقية الخارجية النقطة الثانية هي على مستوى تعيين الوكيل الخاص والنقطة الثالثة ما يسمى بمسترات المصالحة حيث نجد مشرع نصف المادة 549 تفتح مسترات البقية الخارجية أمام رئيس المحكمة في الحالة الواردة في المادة السابقة المادة 540 بعد تداول الجمعية العامة في الموضوع ولكن لا زال الأمر يعني رغم تداول الجمعية واتخاذها لقرار في تداول من أجل يعني إيجاد الحل للصعوبات التي تعاني منها المقاولة ولكن رغم اتخاذ الحل أو عدم اتخاذه ولكن بقية المقاولة تعاني من صعوبات تمس باستمراريتها واستقلالها دون وصول إلى درجة توقف عن الدفع وبالتالي يتم إخبار رئيس المحكمة من طرف مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو أي شريك من أجل يعني التدخل في إطار مسترات المقاية الخالجية وبالتالي هنا انتلاقا من هنا أنها تفتح هذه المسترات أهم رئيس المحكمة كما قلنا يعني ما هو منصص عليه في المادة 548 أو كلما تبين من عقد أو وثيقة أو إجراء عن المقاولة دون أن تكون في وضعية توقف عن الدفع لأنها في حالة يعني ليست متوقفة عن الدفع لأن كما قلنا إذا توقفت عن الدفع فأنه يتعين اللجوء مباشرة إلى مستراتي التسوية عفوا القضائية أو التسوية القضائية تعاني من صعوبات قانونية اقتصادية أو مالية واجتماعية أو لها حاجية لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة وقد تحدثنا عن ما هي هذه الصعوبات سواء القانونية اقتصادية واجتماعية الفقرة الثانية استدعي رئيس المحكمة فورا إلى مكتبه رئيس المقاولة إما تلقائيا أو بناء على طلب من هذا الأخير أي طلب رئيس المقاولة يعد فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخلى باستمرارية الاستغلال وكدوسائل مواجهتها وذلك قصد تخديم توضيحات في الموضوع والنظر في الإسراءات الكفيلة بتصحيح وضعية المقاولة يمكن الرئيس المحكمة إما تعيين وكيل خاص وتكلفه مهمة التدخل لتخفيف الاعتراضات التي تعاني منها المقاولة أو تعيين مصالح يقوم بتسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين حسب الحالة يعين رئيس المحكمة أي المحكمة التجارية الوكيل خاص أو المصالح باقتراح من رئيس المقاولة ويحدد الأتعاب المناسبة لقيامه بمهامه إذن هنا سوف نرى بأن تحديد هذا الوكيل خاص ضروري أن يكون تحديد المصالح أن تكون هناك أتعاب محددة مسبقا يدعوها رئيس المقاولة بصندوق المحكمة فورا تحت طائلة صرف النظر عن الإجراء يجب الحفاظ على سرية مصطرة الوقاية الخارجية بجميع إجراءاتها إذن هنا بقراءة متأنية المادة 549 فنجدها بأنها قد وضحت لنا وحددت لنا يعني كيف يتم تحريك هذه المصطرة وما هي الإجراءات التي يتعين اتخاذها ثم سوف نتطرق يعني المقاولات أو تتبق فيها مصطرة الوقاية الخارجية أول نقطة هي أن الأمر يتعين أولا تعريف أو تحديد مفهوم لمصطرة الوقاية الخارجية الوقاية الخارجية هي كما قلنا من مصاطر الوقاية ما معلوم مصاطر الوقاية هي أن هناك يعني صعوبات تعترض استمرارية استغلال المقاولة ولكنها صعوبات لا تؤدي إلى توقفين عن الدفع فهم؟ يعني الأمر لا زال يحتاج إلى وقاية هو تدخل وقائي يعني لم يتفاقم الأمر إلى الوصول إلى درجة توقف عن الدفع لأن الأمر إذا وصلنا إلى درجة توقف عن الدفع فأنه لم نعد من الدفع يعني ما يستحقه الدائنين أو إلى غير ذلك مثلا الأجراء إلى غير ذلك فالأمر لا ينفع معه يعني مساطر الوقاية فالأمر يتطلب مباشرة اللجوء إلى مصطرة التسوية القضائية أو تصفية القضائية وبالتالي هنا تدخل جهاز القضائي هنا هذه المصطرة هي الموساطة الوقاية من الصعوبة كما قلنا تقوم بها المقاولة وتصاوم فيها أجهزة خارجية التي هي رئيس المحكمة التجارية إذن هذه الواضح بأنها كما قلنا بأنها مصطرة تبقى من مساطر يعني الاستباقية ورغم أنها رغم تدخل رئيس المحكمة التجارية ولكنها تبقى مصطرة غير قضائية تجسد بداية تدخل قضائي المتمثل في تدخل رئيس المحكمة التجارية الذي كما هو واضح من المادة 540 يستدعي رئيس المقاولة إما تلقائيا أو بناء على طلبين قصد النظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل تصحيح الوضعية التي تعاني منها أو الوضع الذي تعاني منه المقاولة الذي يحد من استمرارية استغلالها وبالتالي فانطلاق من التعريف يمكن تحديد مجموعة من الخصائص التي تتميز بها مسترة الوقاية الخارجية وتجعلها متميزة عن المساطر الأخرى أولا أن هذه المسترة يتم تحريكها وتسيرها من طرف أجهزة خارجة عن المقاولة المتمثلة في رئيس المحكمة والوكيل الخاص الذي يتم تعينهم طرفي رئيس المحكمة أن هذه المسترة يتم القيام بها وتحريكها تحت إشراف رئيس المحكمة التجارية وبالتالي فهي ليست مسترة قضائية بمعنى الذي تحمله الكلمة ولكنها تبقى كما قلنا بداية للتدخل القضائي ثم كذلك أنها تعتبر مسترة اختيارية تخضع لسلطة التخديرية رئيس المحكمة يعني رئيس المحكمة هو الذي يرى هل الأمر يستوجب تدخله وأن الأمر يتفاقم ورفع الأمر إلى مستراتي تسوية أو تصفية القضائيتين إذن هذه أهم الخصائص التي تميز مسترة الوقاية الخارجية من الأهداف الأساسية لها تهدي المسترة هي أنها تهدف كذلك كما هو الشأن مسبل مسترة الوقاية الداخلية أنه من أجل تحيح الوضع المختل الذي تعاني منه المقاولة النقطة الثانية والتي تميز به عن مسترة الوقاية الداخلية أن تدخل الرئيس المحكمة الهدف منه هو ليس التفاقم الوضع وأنه ينظر في النزاعات إلى غير ذلك ولكن الأكس وأنه يحاول فتح النقاش وفتح الحوار بين الرئيس المقاولة والدائهنين من أجل اتخاذ والبحث عن الإجراءات الكفيلة بتصحيح ذلك الوضع المختل الهدف الثالث هو تخفيف الاعتراضات المحتملة للمتعاملين مع المقاولة عن طريق تدخل المرئيس المحكمة والذي يمكن له تعيين وكيل خاص أو تعيين المصالح إذن هذه أهم الأهداف المميزة لمسترة الوقاية الخارجية وأنها تهدف كذلك لأن الإصلاح الوضع المختل للمقاولة دون الوصول إلى أو تفادي الوصول إلى درجة التوقف عن الدفع حتى تصبح المقاولة متوقفة عن الدفع كيف يتم تحريك المسترة الخارجية إذن فنجد المسترة الخارجية على خلاف ما هو موجود عليه الأمر من مسترة البقاية الداخلية فإن تحريكها يتم من طرف رئيس المحكمة التجارية طبعا من طرف رئيس المحكمة التجارية الذي تتواجد به يعني المقاولة كما سوف نرى إذن فهنا واضح من المادة 549 بأن رئيس المحكمة التجارية هو الذي لديه الحق على مستوى تحريك هذه المسترة في حالة فشل إجراءات المسترة الوقاية الداخلية وبالتالي فهنا يتم إخبار رئيس المحكمة التجارية بواسطة كما قلنا في طال المادة 540 مراقب الحسابات إن وجد أو من طرف الشريك أو رئيس المقاولة بالوضع المختل للمقاولة والصعوبات التي تعاني منها وهنا يقوم رئيس المحكمة التجارية باستدعاء رئيس المقاولة من أجل التشاور في الأمر والوقوف على ما هي الإجراءات وتدابير التي يتعين واتخاذها من أجل إيجاد الحلول الملائمة لإصلاح الوضع المختل وبالتالي فهنا نتدخل رئيس المحكمة التجارية باعتبارهم جهاز خارجي فإنه يحق له للطلاع عن المعلومات التي من شأنها تعطيه وضعية حقيقية وصحيحة للوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمقاولة دون إمكانية احتجاج ضده بأنه يمس بالسر المهني كما هو مستخلص من المادة 552 التي نصت بأنه بالرغم من أي مقتضى شريعي مخالف يمكن الرئيس المحكمة أن يطلع على كل معلومات التي من شأنها إعطائه صورة صحيحية عن الوضع المقاول الاقتصادية والمالية وذلك عن طريق مراقب حسابات إن وجد كما قلنا سابقا أو مثل الأجراء أو إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام أو مؤسسات الاعتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو الهيئات المالية أو أي جهة أخرى إذن هنا يعني في انطلاق من هذا التدخل أنه ينضروح الوضعية الحقيقية والصحيحة للمقاولة طبيعة هذا يساهم في البحث عن حلول ملائمة من أجل يعني الاتخاذ الإجراء الملائم بأن يعني تصحيح الوضع الذي تعاني منه المقاولة وبالتالي فرئيس المحكمة التجارية هنا يحق له كذلك الاستعانة بخبراء ومحاسبين وكذلك الأبلاث والمتعاملين مع المقاولة من أجل يعني الوقوف على الوضعية الحقيقية للمقاولة بالنسبة لاختصاص المكاني للمحكمة في تحريك من إستارات الوقاية الخارجية طبي الحال فإن هذا الاختصاص لم يتم تطرق له في طار هذه المواد يعني المادتين خصوصا المادتين 549 والمادة 550 وكذلك المادة 552 ولكن إذا رجعنا للقواعد العامة المنصوص عليها في طار مدونة تجارة وكذلك قانون محاكم تجارية فنجد بأن الاختصاص هو في دائرة الموكول للمحكمة التجارية الموجود في دائرة نفوذها مؤسسة التاجر رئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة كما يستفد ذلك من المادة 11 من قانون 53 56 منظم للمحاكم التجارية وكذلك المادة أو الفقرة الأولى من 566 من مدونة التجارة السؤال الثاني أو النقطة الثانية ما هي المقاولات الخاضعة لمصدرات البقايا الخارجية أو ما هي المقاولات التي يمكن التطبيق عليها أو تشملها مصدرات البقايا الخارجية إذن إذا قمنا بقراءة متأنية للمادة 549 فنجد بأن مصدرات البقايا الخارجية تخص كل شركة تجارية أو مقاولة فردية تجارية أو حلفية تواجه صعوبات اقتصادية مالية وكذلك اجتماعية من شأنها الإخلال باستمرار استغلالها من أجل النظر في الإجراءات الكافية بتحيح وضعتها وبالتالي هنا يتضح من المادة 549 بأن المجرع وصع من نطاق تطبيق مصدرات الوقايا الخارجية على خلاف ما هو عليه الأمر بالنسبة لمصدرات الوقايا الداخلية وبالتالي فكل المقاولات التي لديها طبع كما قلنا تجارية سواء كانت مقاولة فرضية أو حرفية تعاني من صعوبات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية وكان غرض لها تجاري فتشملها وتطبق عليها مصدرات الوقايا الخارجية حتى كذلك شركة المحاصل تطبق على مصدرات الوقايا الخارجية شريطة أن تكون هي كذلك تجارية وكذلك المجموعات ذات نفع الاقتصادي بل أن أكثر من ذلك أو تطبق على المقاولات المختلطة التي تكون فيها مساهمة للدولة والمؤسسة العامة في رأس مالية والإدارة العامة شرطة أن تكون طابع تجاري ويكون مقرها موجود في المغرب ولكن لا تطبق مصدرات الوقايا الخارجية على المقاولات المدنية ضروري أن تكون تجارية إذا كانت مدنية فلا تطبق على مصدرات الوقايا الخارجية سواء كانت فرضية أو جماعية وكذلك لا تطبق على شركات البورصة ومقاولة تأمين وكذلك مؤسسات الاعتماد وبالتالي فنجد بأن المشرع هنا أنه من أجل التطبيق من صدرات الوقايا الخارجية ضروري أن تكون مقاولة سواء فرضية أو اجتماعية ضروري أن تكون طابع تجاري إليها غرض تجاري وبالتالي من أجل تطبيق مصدرات الوقايا الخارجية ما هي إجراءات فتح مصدرات الوقايا الخارجية إذن بقراءة متعنئية للمادة 549 فيتضح بأن مصدرات أو كيفية فتح مصدرات الوقايا الخارجية تتم أولا بالاستدعاء الفوري للرئيس المقاولة كما قلنا بأن هذا الاستدعاء قد يكون تلقائي من طرف رئيس المحكمة التجارية أو بطلب من رئيس المقاولة بنفسه وبالتالي هنا يتم استدعاءه من طرف رئيس المحكمة التجارية كما قلنا بأنه المتواجد بها يعني المقر الاجتماعي للمقاولة أولا يتم استدعاءه من أجل الاستماعي له التشاور معه في الإجراءات الكفيلة بتصحيح الوضعية وكذلك ما هي الحلول التي يمكن اتخذها من أجل التجارية يحق له الإطلاع بواسطة مراقب الحسابات الموجودة كما قلنا بأنه قد يجد أو لا يجد بطبيع الحل بحكم طابع المعاملات أو رقم المعاملات كما قلنا بأن بعض المقاولات لا يوجد بها مراقب حسابات حتى يتجاوز رأس مالها يعني مبلغ معين أو إذا لم يجد فإنه يتم استدعاء ممثل الأجراء أو إدارة دولة وباقي أشخاص القانون العام أو مؤسسات الاعتمال والهيئات المعتبرة في حكمها يتم الإطلاع بواسطتهم على المعلومات بمشأنها أنها تساهم في إعطاء صورة حقيقية كما قلنا سابقا ومنطلق المادة 550 صورة حقيقية على الوضع الذي تواجد به المقاولة سواء من ناحية الاقتصادية أو من ناحية أنمالية وكما قلنا ولا يمكن يحتجاجه ضده بأنه لا يلتزم بسر المهني كما نصت على ذلك المادة 542 الإجراء الثالث هو أنه يحق لرئيس المحكمة التجارية يعني تعيين خبير لإعداد تقرير كما نصت على ذلك الفقرة الثانية للمادة 550 يمكن رئيس المحكمة علاوة السلطات المخولة ومقتلد الفقرة السابقة تكليف خبير لإعداد تقرير عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة والحصول من المؤسسات الاعتمال والهيئة المعتبرة في حكمها والهيئة المالية وذلك بالرغم من أي مقتضاة تشريعي مخالف على كل معلومات التي مشأن يعطائه صورة حقيقية وصحيحة على الوضع الاقتصادي والمالي للمقاولة وبالتالي فيحق له تكليف خبير لإعداد تقرير عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة النقطة الثانية بعد تترقنا لكيف تحريك هذه المصطرة أنه يعني يمكن كما قلنا في إطار الفقرة الثالثة من المادة 549 يمكن رئيس المحكمة إما تعيين وكيل خاص وتكليفهم مهمة تدخل لتخفيف الاعتراضات التي تعاني منها المقاولة أو تعيين مصالح يقوم بتسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين حسب الحالة إذن هنا يمكن لرئيس المحكمة التجارية أن يعين الوكيل الخاص كما نصت على ذلك المادة 549 أن هذا الوكيل من الأغيار يرى أنه في تدخله فائدة من أجل إعطائه الوضعية الحقيقية للمقاولة وأنه يعينه باختراح كذلك من رئيس المقاولة كما نصت على ذلك الفقرة الأخيرة ما قبل الأخيرة من المادة 549 يعين من رئيس المحكمة الوكيل الخاص أو المصارح باقتراح من رئيس المقاولة إذن هنا التعيين يتم باقتراح من رئيس وبالتالي فهنا المادة 549 كذلك المادة 550 التي نظمت عن الإطار العام لتدخل الوكيل الخاص أنه إذا تبين أن صعوبات المقاولة قابلة للتدليل بفعل تدخل أحد الأغيار يكون من مقدوره تخفيف الاعتراضات لمحتملة اجتماعية كانت أو بين الشركاء أو تلك الخاصة بالمتعاملين المعتادين مع المقاولة وكل الصعوبات التي مشأني أن تخل باستمرار يتستغلال المقاولة عينه رئيس المحكمة بصفة وكيل خاص وكلفه بمهمة وحدد له أجل لإنجازها إذن هنا يتعين عليه أنه يعين وكيل خاص من الأغيار طبيب الحال ويكلفه بمهمة ويحدد له أجلا من أجل إنزاج تلك المهمة في حالة عدم نجاح الوكيل الخاص في مهمته يقدم فورا تقريرا بذلك الرئيس المحكمة إذا تبين الرئيس المحكمة بتقرير الوكيل الخاص أن النجاح المهمة رهين إما بتمديد أجل إنجازها أي أن الأجل الأولي غير كافي أو باستبدال الوكيل مدد الأجل أو استبدال الوكيل حسب الحالة وذلك بعد موافقة رئيس المقاولة وبالتالي نجد أن هنا تدخل كذلك رئيس المقاولة هو يعني اقتراح رئيس المقاولة اقتراح أساسي من أجل إشراكه في إطار يعني البحث عن الوكيل الخاص أو تعيين الوكيل الخاص وتحديد له مهمة من أجل التدخل يعني الحلول الملائمة ويدفع تقرير إلى رئيس المحكمة وبالتالي فهنا أنه انطلاق من هذه المادة 549 ومادة 550 فإن رئيس محكمة تجارية عنده أعطاه منحه المشرع سلطة تعيين الوكيل الخاص هذا الوكيل الخاص مهم مديره محدد في إطار أنه البحث عن الحلول للصعوبات التي تعاني منها المقاولة والتي يعني تمس باستمرار يتستغلال المقاولة دون الوصول إلى كما قلنا درجة التوقف عن الدفع وذلك كما قلنا باقتراح من رئيس المقاولة وهذا تعيين أنه يتم تعيين الوكيل الخاص يخترح عليه رئيس المقاولة هذا الوكيل كما قلنا من الأغيار أنه لا يكون شريكا أو دائنا من دائنا داخل المقاولة وهذا تعيين هذا قرار تعيين الذي يتخذه رئيس محكمة التجارية لا يقبل أي طعام قضائي أو إداري لأنه طبيعي الحال لم يصدر عن هيئة إدارية أو أنهم لم يصدر في طاق خصومة قضائية إذن بعد يتم اختيار هذا الوكيل حسب نوعية الصعوبات التي تعاني منها المقاولة اقتصادية مالية اجتماعية وقالونية تقدر تكون هذه الصعوبات هي اقتصادية وبالتالي يتم تعيين الوكيل خاص لديه إيمان بالشؤون الاقتصادية بفهم وإنما لساعد أنه يعني يقوم بتعيين مثلا الوكيل خاص بشخص يعني لديه تقافى أو لديه تكوين قانوني من أجل حل أو لإيجاد الحل للصعوبات اقتصادية وبالتالي فضروري أن تعيين هذا الوكيل بحسب نوعية الصعوبات التي تعاني منها المقاولة ويتم تحديد له أجل معين كما هو منصوص فيطر المادة 550 يتم تحديد له أجل معين من أجل إنجاز ذلك التقرير ويتم تكليفه بالمهمة وكذلك يتم تحديد له الأتعاب المناسبة لقيامه بعمله كما هو محدد فيطر المادة 549 بأنه يتم تحديد ما هي أو تحديد الأتعاب التي سوف تلقاها الوكيل الخاص وقلنا بأن ذلك فورا أنه يتم كما نستطل المادة 549 يعين رئيس المحكمة الوكيل الخاص أو المصالح باختراح من رئيس المقاولة ويحدد الأتعاب المناسبة لقيامه بمهامه أي أن الوكيل الخاص يحدد له الأتعاب ويتم يضعها رئيس المقاولة بصندوق المحكمة فورا يتم وضعها فورا بصندوق المحكمة تحت طائلة صرف النظر عن هذا الإجراء وبالتالي بعد تعيينه فضرورة أن يقوم رئيس المقاولة بوضع الأتعاب الخاص بالوكيل الخاص تحت طائلة صرف النظر عن الإجراء كما هو محدد في المعطال ما الدخل تم فإن يعني يمكن أن يتقلد هذه المهمة الوكيل الخاص مثلا المحامي أو خبير محاسبي حسب طبيعات كما قلنا الصعوبات التي تعاني منها بسبب المسؤولية مسؤولية الوكيل الخاص فهو يخطع لقواعد العامة للمسؤولية لا سيما في إطار مسؤوليته المدنية أو مسؤوليته الجنائية وبطبيع الحال فإن مهمة هذا الوكيل الخاص يعني تتمثل فقط وتقتصر في تقديم مساعدة والوساطة دون تدخل في مهام الإدارة والسيار باعتباره ليسا عضوا أو شريكا داخل المقاولة وبالتالي فهو لا يحل محل الشريك والمقاول وإما لا يساعده على تجاوز الصعوبات التي تعاني منها المقاولة وبالتالي فالمهمة هذا الوكيل الخاص متمثلة فقط في إيجاد الحلول الملائمة للصعوبات التي تعاني منها المقاولة مثلا تخفيف الاعتراضات المحتملة مثلا اجتماعية بين الشركاء أو خاصة بين المتعاملين مع المقاولة وكذلك كل الصعوبات القانونية والاقتصادية التي يمكن تجاوزها والبحث عن حلولها حتى تصبح المقاولة في أمر غير متوقف عن دفع وتجاوز ذلك عن الصعوبات التي تمس باستمرار استغلالها وبالتالي فهنا الدور فقط في مساعدة رئيس المقاولة دون التدخل في الإدارة والتسير وحتى لا يصبح شريكا وبالتالي على أنه يساعده رئيس المقاولة في تجاوز الصعوبات التي تعاني منها هذه كله ثم النقطة الثانية بأنه في التجاوز وبحث عن الصعوبات قدر يطالع على الأسرار ذي المقاولة مثلا في إطار إيجاد حلول اقتصادية قدر يطالع على الوتائق المتعلقة بالملفات الحسابية والميزانية إلى غير ذلك وبالتالي فهنا يتعين عليه أن يحتفظ بسر المهني وبالأسرار يعني الموجودة داخل المقاولات طبعا تحت طائلات المسألة المدنية والجنائية وبالتالي فهذا المسطرة كتبقى هي كذلك مسطرة سرية ويتعين أن تحافظ على أسرار المقاولة رغم أنها يعني مباشرة من طرفي وتدخل فيها أطراف أو أجهزة خارجة على المقاولة متمثلة في الوكيل الخاص الذي يتم تعينهم من الأغيار وكذلك رئيس المحكمة التجارية ولكن ضرورة يعني المحافظة على أسرار خاصة بالمقاولة ضرورة يعني المحافظة على أسرار خاصة بالمقاولة نجد كذلك المشرع بأنه أحدد الأجل أو يتم تحديد الأجل كما قلنا نصى على ذلك المشرع في طال مد 550 بأنه يتعين على رئيس المحكمة أن يحدد أجلا لإنجاز المهمة المخصصة للوكيل الخاص بل أكثر من ذلك بأنه يمكن إذا تبيع رئيس المحكمة من التقرير الذي رفعه للوكيل الخاص بأن مهمته ذلك الأجل غير كافي فيحق أو طلب رئيس المحكمة صلاحية تمديد ذلك الأجل وقدر تطور الأمر إلى استبدال الوكيل الخاص طبعا هذا كله تمديد الأجل أو استبدال الوكيل الخاص طبعا بعد موافقة من طرف رئيس المقاولة إذن فهنا قد ينجح الوكيل الخاص في إعداد ذلك التقرير وإيجاد الحلول الملائمة وهذا ما يعني يعني يتطلبه الأمر أو ما يستحسن عن الوصول وقد يفشل رئيس عفوا يفشل الوكيل الخاص في المهمة ذلك وبالتالي فأنه يقوم برفع تقرير إلى رئيس المحكمة ويتم استبداله وقدير بأنه كان يستبداله بوكيل آخر أو أنه يتم تمديد ذلك الأجل طبعا بحسب الحالات وبالتالي فنجد بأنها كل ذلك أنه رهين يعني بالحفاظ كما قلنا على أسرار الداخلية للمقاولة إذن هذا كل ما يتعلق بتعيين هذا الوكيل الخاص وكما قلنا بأن هنا حتى هذا التعيين يقدر تنجح فيه مسترة البقائية الخارجية وقد تفشل وهذا الفشل يقدر يكون راجع حالتين أنه يمكن لرئيس المقاولة في هذه الحالة إما يقيام بالمصالحة أو اتخاذ مسترة اللجوء إلى مسترة المصالحة كما هو منظم في طار المواد 551 إلى المادة 550 إذا كانت المقاولة في وضعية لم تتكون غير متوقفة عن الدفع أو أنه إذا كان الأمر متوقف ووصل إلى درجة توقف عن الدفع فهنا ما غدش تصلح معها المصالحة بل يتعين اللجوء إلى مصالحة تسوية أو تسوية القضائيتين ولكن قبل اللجوء إلى مصالحة تسوية القضائية نجد أن المستجدات في إطار قانون 73 و17 أوجد ما يسمى مصالحة الإنقاذ التي سوف نتطرق لها يعني بعد تطرق إلى مصالحة وهذا مصالحة الإنقاذ في إطارها يعني إعطى الصراحية المدين تاجر وحده أنه يحرك هذا مصالحة ضرور شريطة أن لا تكون متوقفة عن الدفع من أجل اتخاذ إجراءات الملائمة في إطار أنها سميت بمصالحة إحتية كذلك اختيارية ولكن استباقية ودى طابع قضائي وتكون في الأمر الذي يكون فيه يعني المقاولة لجزالة في وضعية عدم توقف عن في حالة توقف عن غير لم تصل لدرجة توقف عن الدفع قبل ذلك يتعين اللجوء إلى مصالحة المصالحة هذه المصالحة المنظمة في إطار المواد 551 إلى المادة 559 والتي حلت محل المصالحة تسوية الودية التي كانت قبل التعديد الأخير فالمشري في طال مادة 551 نص على أنه تفتح مصطرات المصالحة أمام كل مقاولة دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع تعاني من صعوبات اقتصادية أو مالية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانيتها الفقرة الثانية مادة تضمن الطلب الذي يتقدم به رئيس المقاولة عرضا حول الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية والحاجية التمويلية لمقاولة وكذا وسائل مواجهتها إذن فانتلقم هاتين المواد من المادة 551 إلى المادة 551 نجد أن مصطرة المصالحة هي تطبيق لمصطرة الوقاية الخارجية ولكن غير الاختلاف من حيث بعض الإجراءات والشروط والآثار التي ترتب عن هذه المصطرة ولكن المشرع في هذا العقل لاحقية لرئيس المقاولة بأنه اللجوء إلى مصطرة المصالحة عندما تكون المقاولة في حالة عوبات أو تعاني صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية أو أنها في حاجة إلى تمويل يناسب إمكانيتها يتوسيع مثلا نشاطها أو تحقيق مشاعرها ولكن شريطة ألا تكون في حالة توقف عن الدفع بالتالي فانطلاق من هذه النصوص القانونية وهذه المواد سوف نتطرق لمصطرة المصالحة في ثلاث نقط أساسية أولا ما هي شروطها وإجراءتها النقط الثانية كيفية إبرام اتفاق المصالحة النقط الثالثة ما هي آثارها ونقط الرابعة أنه فسخ اتفاق المصالحة بالنسبة للشروط قبل ذلك فهناك خصائص ميزبعات المصالحة أن هذا إجراء المصالحة يتتم بواسطة مصالح كما هو منصوص عليه فيطر المادة 549 يعين رئيس المحكمة الوكيل الخاص أو المصالح باقتراح من رئيس المقاولة والدور هذا التعيين هو أنه يقوم بتسهيل إبراع امتفاق مع الدائنين وبالتالي هنا أن رئيس المحكمة عنده دور على مستوى تعيين المصالح وبالتالي كما سوف نرى بأن تتبقها على كل المقاولة تجارية كذلك لديها صفة تجارية وليس المدانية سواء كانت فرضية أو شرية ثم كذلك بأن الخصائص تتميز بهذه المصالحة بأنها اختيارية أنها إرادية بناء على طلب من رئيس المقاولة تفتح مصطرة المصالحة أمام كل المقاولة دون أن تكون متوقفة في حالة وضعية توقف عن الدفع يتضمن وذلك بطلب من رئيس المقاولة هذا الطلب كما سوف نرى يتضمن عرضا للوضعية المالية اقتصادية واجتماعية والحاجية تمولية للمقاولة ثم كذلك بأنها رغم تدخل رئيس المحكمة التجارية فهي تبقى مصطرة غير قضائية وبالتالي فهي تعتبر المساطر اختيارية واستباقية ولكنها رغم تدخل طرف خارجي وهو المصالح تعيين المصالح وكذلك أنه من طرف رئيس المحكمة التجارية فهي تبقى مصطرة غير قضائية الخاصية الرابعة وهي أنها دات طابع سري فهي تحتفل كذلك بسرية على مستوى الحفاظ على أسرار الموجودة داخل المقاولة نتساءل أولا عن ما هي الشروط الأساسية من أجل تطبيق مصطرة المصالحة انطلاق من المادة 551 نجد بأن هناك أربعة شروط أساسية الشرط الأول هو أن تكون مقاولة دات طابع تجاري فهي تفهم سواء كانت فرضية أو اجتماعية وكما قلنا بأن المادة 541 حددت المقصود بالمقاولة هو الشخص الدات التاجير أو الشركة التجارية وبالتالي هنا مصطرة المصالحة لا تتبقوا على المقاولات المدنية والجمعيات والتعاونيات والمهل الحرة وشركات المحاصل المدنية والمجموعات دات النفع الاقتصادي وإنما تتبقوا على كل مقاولة دات طابع تجاري سواء كانت فرضية أو اجتماعية الشرط الثاني هو أن تكون المقاولات تعاني من صعوبات أو في حاجة إلى تمويل يناسب إمكانياتها على مستوى تطوير إمكانياتها أو مشاريعها كما سوف نرى وبالتالي فهذه التطبيق تقديم طلب فتح مصطرة المصالحة الذي يتمه من طرف اختراح من طرف رئيس المقاولة أولا ضروري أن تكون المقاولة تعاني من صعوبات هذه الصعوبات قد تكون اقتصادية أو مالية أو اجتماعية ثم كذلك بأنه النقطة الثانية هي أنه إلى جانب هذه الصعوبات قد تكون المقاولة في حاجة إلى تمويل إضافة من أجل توسيع نشاطها أو تمويل مشاريعها وليس فقط تجاوز الصعوبات التي تعانيها تلك المقاولة الشرط الثالث هو أن لا تكون المقاولة في وضعية توقف عن الدفع أي أنها لا نصل إلى درجة أن المقاولة توقفت عن الدفع ديون المستحقة للمتعاملين معها بالتالي وهذا واضح من الفقرة الأخيرة من المادة 551 بأنه عفوا عن الفقرة الأولى من المادة 551 دون أن تكون في وضعية توقف عن الدفع تفتح مسترات المصالحة أمام كل المقاولة دون أن تكون في وضعية توقف عن الدفع لأنه إذا وصلنا إلى درجة توقف عن الدفع ما ستنفع معها مسترات المصالحة أخذ من الجؤون مباشرة إلى مسترات تصفية القضائية أو تصفية القضائية الشرط الرابع هو أنه ضروري أن يتم تقديم طلب من طرف رئيس المقاولة إلى رئيس المحكمة التجارية التي كما قلنا بأنه عن الاختصاص التي تتواجد بها المقر الاجتماعي للشركة التجارية أو التي يتواجد بها وتعتبر المؤسسة الرئيسية للتاجير هنا على مستوى الاختصاص المكالي كما هو محدد في المادة 11 والمادة 581 قانون 73 17 وبالتالي فنجد بأن تحريك هذه المصالحة أو تعيين المصالح يتم بطلب من الرئيس المقاولة هو الشخص الوحيد الذي له الحق والصفة في تقديم طلب الفتح مصطرة المصالحة وبالتالي هنا المشرع استثنى يعني ولم يعطي الحق لمراقب الحسابات الوجود أو الشركة أو إلى غير ذلك الأطراف وحتى النيابة العامة ليس لها الحق على مستوى تقديم هذا الطلب وممكنش لرئيس المحكمة أن يأمر بتعيين المصالح بصفة تلقائية بل أنها هذا التعيين أو اللجوء إلى مصطرة المصالحة تتم بإرادية من طرفيه رئيس المقاولة عبر تقديم طلب مكتوب إلى رئيس المحكمة التجارية يعود فيه الوضعية الاقتصادية والمالية والحاجيات التمويلية لذلك وبالتالي هنا رئيس المقاولة عنده صلاحية في تقديم طلب المصالحة بصفة شخصية أو بالاستعانة بمحامي أو خبير دون إلزامية بذلك ودون أداء الرسوم القضائية ويتم تقديم هذا الطلب إذا رئيس المحكمة التجارية التابع لها المؤسسة الرئيسية للتاجر أو المقر الاجتماعي للشركة التجارية إذن هذا كل ما يتعلق بالشروط الأساسية لتطبيق لجوء إلى مصطرة المصالحة اللي قلنا بأن هناك أربعة شروط أساسية هي أن تكون مقاولة تجارية وأن تكون مقاولة تعاني من صعوبات أو في حاجة إلى تمويل تمويلات نجل تفسيع نشاطها أو تمويل مشاريعها وأن لا تكون في وضعية توقف عن دفع وأخيرا يتم تقديم الطلب من طرف رئيس المقاولة إلى رئيس المحكمة التجارية ما هي إجراءات مصطرة المصالحة على مستوى الإجراءات فنجد أن هنا الإجراءات أنه كما قلنا بعد تقديم طلب في فتح مصطرة المصالحة أنه يتم تقديمه إلى رئيس المحكمة التجارية هذا رئيس المحكمة التجارية يرجع إلى تعيين مصالح بطبيعة الحال باقتراح من طرف رئيس المقاولة وبالتالي هنا أنه يقوم أن الصلاحيات مخولة لرئيس المحكمة التجارية أولاها أنه يقوم باستدعاء رئيس المقاولة إلى مكتبه عن طريق كتاب الضبط وكيفية استعجارية قصد تلقي شروحات حول وضعية المقاولة وبالتالي هنا لا يكتفي رئيس المحكمة التجارية بفقط تقديم طلب كتابه من طرف رئيس المقاولة بفتح مسترة المصالحة ولكن استدعيه إلى مكتبه من أجل الاستماع إليه والاستماع إلى الشروحات التي تعلمتهم الإجراء الثاني هو الاطلاع قبل البت في طلب فتح مسترة المصالحة بالقبول والرفض على كل المعلومات التي يمشأ أن يعطائه رئيس المحكمة صورة واضحة وحقيقية عن وضعية المقاولة الاقتصادية والمالية وعن طريق مراقب حسابات ووجداء ومثل الأجراء والإدارة العامة وبالتالي لا يمكن احتجاج كذلك على رئيس المحكمة التجارية بأنه خرق أو طلع على الأسرار المهنية للمقاولة وفي قمام منصف طر المادة 552 يمكن لرئيس المحكمة عالاوة عن سلطات مقاولة ومقتدر الفقر السابقة تكليف خابل لإعداد تقرير عن الوضعية المالية وذلك بالرغم من أي مقتدر تشريعي مخالف والإطلاع على كل المعلومات التي يمشأ أن يعطائه صورة صحيحة عن الوضعية اقتصادية والمالية يمكن كذلك الرئيس المحكمة التجارية رغم أنه اتخذ بعض الإجراءات ولكن لم ترق إلى مستوى الإجراء الحل أنه يقوم بتكليف خابير لإعداد تقرير عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية المقاولة ثم أنه إذا تبين رئيس المحكمة من خلال كل إجراءات التي قام بها أو من خلال التقرير الذي قدمه رئيس المقاولة في طار تقديم الطلب المقدم بفتح مسترة المصالحة أن الصعوبات التي تعاني من هذه المقاولة ليست في وضعية توقف من الضفر يمكن تجاوزها بتعيين المصالح واللجوء والوصول إلى اتفاق المصالحة فتح المسترة وعين مصالحا لهذه الغاية تحت إشرافه إذن هنا رئيس المحكمة التجارية يستخلصه من تقرير المدفوع إليه ومن طلب مقدم إليه بأنه الأمر يتطلب أو أن الحل يتطلب بتعيين المصالح هذا التعيين يتم بمجرد يعني لما يتأكد رئيس المحكمة التجارية من خلال الطلب مقدم إليه بأن الأمر يتطلب تعيين المصالح باختراح من رئيس المقاولة فإنه يتم هذا التعيين أو تعيين المصالح لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابل التمديد مرة واحدة بطلبين من هذا الأخير كما هو محدد فيطر المادة 553 أنه إذا تبعي رئيس المحكمة من خلال التحريات التي يقوم بها وفق المقتضاية المادة السابقة ومن خلال رئيس المقاولة المفاقة بطلب فتح مصالحة أن الصعوبات التي تعاني من المقاولة دون أن تكونوا في وضعية توقف عن دفع يمكن تدليلها عن طريق المصالحة فتح هاتي المصالحة وعين مصالحا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابل التمديد مرة واحدة من طلبين من هذا الأخير فيطر التمديد من طلبين من المصالح وبتالي هنا رئيس محكمة التجارية يعين المصالح باقتراحه من رئيس المقاولة وفق ما هو محدد فيطر المادة 549 أي فيطر تعيين الوكيل الخاص وكذلك المصالح الذي يتمه باقتراحه من رئيس المقاولة ولا يعني هنا تعيين أنه يعني يبقى أنه يعني الشخص قادر على إبرام اتفاق المصالحة مع الدائنين وبالتالي هنا عند الحق رئيس المقاولة يعني يتقديم طلب جريح المصالح إذا رأى بأن الأمر غير ملائم أو أنه ليست لديه يعني الصلاحية والكفاءة اللازمة لأنه يبرم ذلك الاتفاق وهنا تعيين هذا المصالح ما غاديش يأدي إلى أن رئيس المقاولة ما بقاش يمارس تدبير أو تسير بل أن الأمر هو عادي يبقى رئيس المقاولة يمارس مهامه ولكن بمساعدة المصالح خصوصا عندما يتعلق الأمر بإبرام أو الوصول إلى فتح حوار مع الدائنين وهنا رئيس المحكمة يحدد أتعاب هذه المصالح وكما قلنا بأنه يتم وضعها وفي قموة محددة في المادة 540 يتم وضعها في صندوق المحكمة فورا من طائف رئيس المقاولة تحت طائلة صرف النظر عن هذا الإجراء وبالتالي هنا المهمة أو داخل ثلاثة أشهر أنه يتعين على المصالح أن يقوم بالوصول إلى الحلول المتعلقة بتدليل الصعوبات المالية واقتصاد للك تعاني من المقاولة أو أنه في حالة إلى تمويل المقاولة في حاجة إلى تمويل إضافي من أجل توسيع نشاطها أو تجاوز الصعوبات التي يعاني منها وبالتالي في الأمر يعني في الآخر أنه يتعين الوصول إلى اتفاق مصالحة بالرئيس المقاولة والدائنين وبالتالي هنا المصالح ضروري أن تكون فيه مجموعة من الشروط أو الصفات الأساسية المتعلقة بالموضوعية والاستقلالية والحياد كذلك وكذلك أنها تكون لديه دراية ولديه آلية التواصل والإقناع من أجل الوصول إلى الحل يتم إبرامه في طار اتفاق وبالتالي هنا من أجل مساعدة المصالح وتسهيل مهابيه يقوم رئيس محكمة تجارية بإطلاعه بكل معلومات المتوفرة لديه ويقتدى الحال على تقارير الخبرة التي يتم تقديمه إليه ويفقى موضوع من صالحه في طار المادة خمسة مية وربعة وخمسين وبالتالي هنا إذا تبين رئيس بعد تعين هذا المصالح إذا تبين له ومن طرف رئيس المقاولة أن الوقف المؤقت لإجراءات المسترية من شأنها سهيل الاتفاق مع الدائنين مثلا بأن رئيس المحكمة تأخذ مجموعة من الإجراءات وهذه الإجراءات إلا دم توقفها غادي تسهل لنمأمورية التفاهم والاتفاق مع الدائنين فإن رئيس المحكمة يقوم باستدعاء أولئك الدائنين الرئيسيين قد يستمع إليهم ويوصول إلى قد يصل الأمر إلى إصدار أمر يحدد فيه مدة الوقف لتلك الإجراءات المسترية بدون أن يتعدى أو يتجاوز طبيعا الحال مدة قيام المصالح بمهامه كما هو محدد في طال مدة خمسمية وخمسة وخمسين في طال هذه الإجراءات ثم كذلك بأن اتخاذ هذه الإجراء أي الأمر الموقع الإجراء يعني القادي من طرف رئيس المحكمة التجارية والقادي بوقف المؤقت الإجراءات المسترية المتخدة سابقا قد يؤدي إلى مجموعة من النتائج كما هي محددة في طار المادة خمسة وخمسة وخمسين أولاها منع وقف كل دعوة قضائية يقوم هدائنين دويدين سابق للأمر المذكور وإما الحكم على المدين المقاولة تكون غايتها الحكم على المدين أي المقاولة بسداد مبلغ ما يبتل هنا هذا الوقف ووقف هذه الدعوة التي الطالب وهي سابقة والطالب الدائنين أن الحصول على حقوقهم هي فقط سهيل للمأمورية الوصول إلى اتفاق بين الدائنين وبين رئيس المقاولة ثم كذلك منع وقف كل طريقة للتنفيذ يقيمها الدائنون سواء بشأن المنقولات أو العقارات ثم كذلك وقف الآجال المحددة للأداء التي بشأنها سريانها سقوط الحقوق وفسقها ثم كذلك منع السداد الكامل أو جزء لأي دين سابق ومنع الأداء للضامنين ومنع كذلك منح الرهر الرسمي كل هذه الإجراءات هي فقط من أجل تسهيل الأمر والوصول إلى حلول من أجل المأمورية من أجل الحصول على اتفاق بين الدائنين وبين رئيس المقاولة ولكن هنا الأمر المشرع استثناء التوقف عن ديون ناجمة عن عقد الشغل التي تبقى سارية المفعولة وكذلك الديون الناشئة بعد صدور الأمر بوقف الإجراءات هذه الديون تبقى سارية وفق ما هو محدد عليه في إطار مادة 555 تحت طائلات البطلات إذن الحصول قد تدخل المصالح قد ينهي مهامه بالحصول أو النهاية بوصول إلى اتفاق بين رئيس المقاولة والدائنين هذا الاتفاق طبعا عنده أثار لديه أثار تترتب على كل من رئيس المقاولة والدائنين وكذلك الغير إذن هنا إذا تمكن المصالح من إبرام اتفاق بين رئيس المقاولة والدائنين فإنه يتم تثبيته في محرر يوقعه هؤلاء الأطراف ويدعو لدى كتاب ضبط المحكمة وفق ما محدد في المادة 557 وهذا الاتفاق عنده صورة الصورة الأولى إذا أبرم بين رئيس المقاولة وجميع الدائنين فيسادق عليه رئيس المحكمة تجارية وهذه المصادقة تكون الدائنين الرئيسيين فقط وليس جميع الدائنين فهم يكون الدائنين الرئيسيين وقدر يكون الدائنين يعني الاستثنائيين فهذه الحالة تكون مصادقة اختياريا طرف رئيس المحكمة يقدر يصادق وقدر ما يصادق ولا يطالع على الاتفاق سوى السلطة القضائية والأطراف الموقعة على هذا الاتفاق هي رئيس المقاولة والدائنين والمصالح وبالتالي فهذا الاتفاق يبقى لديه الخصوصية السرية فيما بين هؤلاء الاتراف وهذا يعني أن جميع اطراف معني اتفاق المصالحة هي التي لديها الحق على مستوى اطلاع على الاتفاق في إطار حفظ السرية وسرية المسترى من أجل نجاحها وتوقيع هذا المصالح لا يعني بأنه يعني يكون هو يلتزم الاتفاق ولا يتحمل أي مسؤولية عن عدم تنفيذ ذلك الاتفاق فقط هو كي اختصر الدور دولو بأنه شاهد وضامن على مستوى منح المدين أجل للأداء أو تخفيف من الديون أو هما معن وقد يتجوز الأمر إلى تقديم مساعدات تمويلية للمقاولة وكما يقول الأمر في طال الفصل المتين وثلاثين فالعقد شريعة المتعاقدين وبتالي هنا هذا الاتفاق ما غد يلزم غير من كان طرفا فيه وبالتالي فقط إذا وقعه رئيس المقاولة والدائنين الرئيسين فهؤلاء هم الذين يزمهم وليس هناك الزم لنسبة للدائنين الآخرين الذين لم يوقعوا على ذلك الاتفاق وبالمستجدات اللي جاء بها قانون 73-17 في عدنكم مع نصف عليه المادة 558 أن الاشخاص الذين وافقوا في إطار مسترط المصالحة على مرحل مساهمة جديدة بخزينة المقاولة من أجل ضمان متابعات نشاطها واستمراريتها يستفيدون من كانية استفاء مبلغ تلك المساهمة بحسب الأفضلية قبل كل الديون الأخرى بما فيها الديون ناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسترط نقاد والديون ناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسترط تسوية القضائية وكذلك الديون ناشئة بعد صدور حكم فتح مسترط تسوية القضائية إذن هنا هذه المستجدلات التي جاءت بها القانون تسوية سبتعش أن الأشخاص الذين وافقوا على مسترط المصالحة يستفيدون من هذه المساهمات في إطار المبالغ تلك المساهمة بحسب الأفضلية أكثر من ذلك بأن هؤلاء الأشخاص يستفيدون يعني المقدمين يستفيدون كذلك في إطار من سلعين أو خدمات جديدة من أجل متابعة نشاط المقاولة واستمراريتها من الأفضلية في إطار تمن تلك السلع أو تلك الخدمات بالنسبة للآثار هذا الاتفاق الموقع بين رئيس المقاولة والدائنين سواء الدائنين يعني الرئيسيين أو الدائنين يعني أو مجموعة الدائنين سواء الرئيسيين أو غير الرئيسيين أنه هم هذه الآثار يمكن تصنيفها على ثلاث آثار أساسية أو على ثلاث أطراف أساسية وهي الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق أولا هناك آثار على مستوى رئيس المقاولة المدين وهناك آثار على الدائنين وهناك آثار على الغير بالنسبة الرئيس المقاولة فمن أهم الآثار المترتبة عليه في طار هذا الاتفاق هو أنه ضرورة تنفيذ ذلك الاتفاق وبونة ذلك الاتفاق تحت طائلة فسخه والتاسم في طار العقد شريعة المتعاقلين بتنفيذ ذلك الاتفاق وبالتالي تعين عليه احترام الأجان المحددة للآداء وإنجاز برنامج تصحيح المتفق عليه في سائر مقتضايته وموطايته الاقتصادية والمالية والقانونية وبالتالي هنا أن رئيس المقاولة يكون ملتزم بما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة ويلتزم بكل بنده وحيتيات ذلك الاتفاق على مستوى الآثار المترتبة على الدائنين نفس شيء بأنهم كذلك هنا يمكن نميز بين الدائنين الرئيسيين والدائنين غير الرئيسيين ولكن الآثار على هؤلاء تشمل الموقعين على ذلك الاتفاق سواء كانوا رئيسيين أو غير رئيسيين فهم كذلك يلتزمون بما تم الاتفاق عليه من أجل تسهيل تجاوز الأوضاع المخيلة باستمرار يتستغلال المقاولة وتصحيح وضعيتها أما الدائنين غير الموقعين فقط بالحال فهم لا يشملهم ما تم الاتفاق عليه داخل مدة تنفيذ ذلك الاتفاق وهذه الآثار تشمل مدة تنفيذ اتفاق المصالحة ولكن المشرع نجد أنه في طال المادة 559 كان أكثر دقة على مستوى تحديد الآثار المترتبة على هؤلاء الدائنين داخل مدة تنفيذ اتفاق المصالحة من الأولى هذه الآثار وقف كل دعوة قضائية أو أي إجراء فردي سواء كانت تخص منقولات المدين أو عقاراته بهدف حصول على سداد ديون موضوع الاتفاق وثم كذلك وقف الآجان محددة للدائنين والتي يمش أن سريانها سقوط أو فسخ الحقوق المتعلقة بهم وبالتالي فهنا الواضح بأن المشرع أوقف كل دعاوة القضائية وأجل الديون داخل مدة الاتفاق على سريان تنفيذ اتفاق المسرحات وما كذلك ووقف كل دعاوة والوزرعات الفرضية التي ترون الحصول على أداء دين كان موضوع الاتفاق فقط أو الدعاوة المتعلقة بالديون غير المتفق عليها أو الدعاوة الاعتراف بالدين أو الفسخ أو النزاع في أصل الدين في وجوده ثم كذلك أنه هنا الدائن ولو كان موقعا يعني يمكن الدائن ولو كان موقع الاتفاق أن يشترط بقاء بعض ديونه خارج الاتفاق فإن تمت الموافقة على هذا الشرط تعطى التطبيق أثر الوقف على الديون التي تم استثناؤها من الاتفاق وهذا يعني أنه يمكن له المطالبة بأحد لو كان من الموقعين على هذا الاتفاق شريطة أن يتم الاتفاق على ذلك في طر بنود اتفاق المصالحة وبالتالي هنا المشرع ووسع من نطاق الآتاء المترتبة عن ذلك اتفاق داخل مدة تنفيذه وبالتالي وقف كل دعوى القضائية والأجل للديون المحتملة في طر سريان وسقوط وفسق الحقوق متعلقة بأولئك الدائنين على مستوى الآتاء المترتبة أو أتر اتفاق المصالحة بالنسبة للغير المقصود بالغير هنا هو أنه الدائنين غير موقعين على الاتفاق هم دائنون غير موقعين على الاتفاق سواء كانوا رئيسيين أو غير رئيسيين لأن ديون ديالهم لم تكن موضوع ذلك الاتفاق وبالتالي فنجد المشرع هنا أنه لديهم الصلاحية والحق في المطالبة بديونهم في وقتها يعني ما غضيش يشملهم ذلك الوقت ديال اتفاق المصالحة ما عندناش الحق أنه نوقف المطالبة بحقوقهم لماذا؟ لأنهم لم يكنوا من الموقعين على ذلك الاتفاق وبالتالي هنا عندهم الحق أنهم يطالبوا بالديون ديالهم في وقتها سواء داخل وقت سريان عن اتفاق المصالحة ثم أنهم يمارسون الدعاوة والإجراءات الفرضية على منقولات المدين وعقارتهم وبالتالي لا تتوقفوا الديون المستحقة لهم عند الحلول جازة لهم وطالبا بفتح مسترات تسوية أو تسفية القضائية ضد هائته الديون في حالة مساسبها وبالتالي فهؤلاء الغير أي الدائنين غير الموقعين على اتفاق عندهم مجموعة من الآثار المترتبعة أنهم لا يشاركون في الحكم على المقاولة بتسفية القضائية كمدين على خلاف الدائنين غير الموقعين وإنما بالدين المخفض إذا تمت المصالحة على سلس تخفيض الديون لا يكون الدائنين الموقعين على اتفاق حقق أي دعوة قضائية أو إيتيان أي إجراء فرضي غايته التنفيذ على أموال المدين وهذا ما تطرقنا له على مستوى لأثار مترتبة على الدائنين هنا على خلاف ذلك فهذا الأجراء لا يشمل الدائنين غير الموقعين فالدائنين غير الموقعين لديهم الحق المطالبة بمسترة تسوية قضائية خلال مدة الأجل أنه لا يمكن لهم الحق المطالبة بفتحة المستقضائية لدى حلت الأجل الموضوع وبالتالي فالدائنين غير الموقعين على اتفاق يملكون حق مطالبة بمسترة تسوية أو تسفية القضائية وفق ما هو محدد في طال مواد 575 إلى 651 المنظمة لمستراتي تسويات القضائية في كل وقت لم يقع فيه سداد ديونه ومستحق عند الحلود ثم أنه يحق لهم عنه في طار اقتضاء هؤلاء الدائلين المطالبة عنه لإقتضاء حقوقهم أو ديونهم وفق الآجال المحددة أو في آجال يقوم رئيس المحكمة بمنحها للمدين بناء على طلبين من هذا الاخين ثم أن ليس للدائلين طعن في أوامر رئيس المحكمة التجارية بخصوص إجراءاته مسترات المصالحة لأنها سارية النفاذ ولا تقبله باتبارها مصلحة مقاولة وبالتالي يحق لهم المطالبة بسداد كل تلك الديون إذن هذا كل ما يتعلق بأثار اتفاق المصالحة الذي تم بين رئيس المقاولة وكذلك الدائلين في طار الوصول إلى حل بتعيين مصالح من طرف رئيس المحكمة التجارية طبيعة حال تحت الإشراف من رئيس المقاولة طبعا هذا الاتفاق قد ينجح في مدته المتفق عليها وقد يتم مفسخ هذا الاتفاق وبالتالي في نجد المشترين المربي في طال مادة 550 يوقف الاتفاق نسع لأنه يوقف الاتفاق قطنع مدة تنفيذه كل إجراء فردي وكل دعوة قضائيا سواء كانت تخص منقولات المقاولة المدنية وعقارتها بدأ في حصول على كما يوقف هذا الاتفاق الأجال محددة للدائنين تحت طائلات سقوط وفسخ حقوقهم الفقرة الثانية تنص على أنه في حالة عدم تنفيذ التزامات ناجمة عن الاتفاق في طار ما هو متفق عليه يعاين رئيس المحكمة بمقتضى أمر غير قابل لأي طعن فسخ هذا الاتفاق وسقوط كل أجال الأداء الممنوحة ويحيل الملف إلى المحكمة لفتح مستارات التسوية أو التصفية القضائية وبالتالي فانطلاقا من الفقرة الأخيرة للمادة في حالة عدم تنفيذ التزامات ناجمة عن الاتفاق كما هو متفق عليه في اتفاق المصلحة يحق لرئيس المحكمة التجارية أن يطالب بفسخ هذا الاتفاق وبسقوط الأجال الممنوحة للأجال بل ويشمل كذلك جميع بنود الاتفاق مما فيها إلغاء تخفيضات ديون الممنوحة إذا كان متفق عليها ولكن يبقى أهم أثار مترتب عن فسخ اتفاق المصلحة وإحالة الملف إلى المحكمة التجارية لفتح مصطرة تسوية أو تسفياء القضائية وبالتالي فإن هذا الفسخ دي الاتفاق لا يعني أوتوماتيكيا اللجوء إلى فتح مصطرة تسوية القضائية في مواجهة المقاولة عندما يبقى مشروطا بتوقف هذه المقاولة عن سداد ديونها ولكن هذا الفسخ قد يتسبب في اللجوء إلى فتح مصطرة تسوية أو تسفياء القضائية يعني أن المقاولة يعني في حالة توقف عن الدفع وبالتالي أنه المقاولة بعد فسخ هذا الاتفاق أو فشل مصطرة المصلحة ودون أن تكون في وضعية توقف عن الدفع يمكن لها اللجوء إلى مصطرة الإنقاذ من أجل تجاوز صعوبات وضمان استمرارة نشاط المقاولة وبالتالي هنا ما عنده لحق تلجأ إلى مصطرة تسوية أو تسفياء قضائية رغم فسخ هذا الاتفاق إلا في الحالة التي تصبح فيها في حالة توقف عن الدفع أما أنه يدفش إلى ما تمش تنفيذ ما هو متفق عليه في اتفاق المصالحة وأنه في الحالة أنها ليست لازلت المقاولة تعاني مصعوبات ولكنها لم تصل إلى درجة توقف عن الدفع فهنا يتم اللجوء إلى مصطرة الإنقاذ كما سوف نتترق إليها في الحصة القادمة اكتفي بهذا القادر والسلام عليكم ورحمة الله شكرا